يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشر اليوم كان ممتع جدا في كرة القدم جدا أكلمك بصراحة أنا مكنتش متوقع الأداء ده من منتخب مصر النهاردة قدام المنتخب الجزائري ليس تقليلا من منتخب مصر ولا من عناصر منتخب مصر ولا من الجهاز الفني لمنتخب مصر ولكن إحساس إنه مبارا ودية ممكن ما ناخدهاش بجدية كبيرة ممكن نجرب فيها شوية حاجات بس النهاردة المباراة كانت أشبه بالرسمية وبما إنها كانت أشبه بالرسمية فنقدر نقول بطلاقة وبوضوح إن منتخب مصر الآن جاهز لأي مباراة كبيرة أفريقيا منتخب مصر النهاردة عمل مباراة رائعة جدا في أول تلاتين ديه وكان هو الأخطر على المنتخب الجزائري وضيع فرصتين مهمين جدا عن طريقة رزيجيه ومحمد صلاح وبعد الطرد بتاع محمد هاني ضيعنا انفراد لمصطفى محمد ده في الشوت الأول الشوت التاني يا سلام على الأداء والفرص والسرعة والتكتيك والأداء الدفاع المميز والأداء الهجوم الرائع صلاح النهاردة مميز تريزيجيكا مميز إنني مميز حمدي فتحي كان رائع جدا محمد الشناوي سد كالعادة محمد عبد المنعم وحمد حمدي كل اللاعبين النهاردة بدون استثناء وطريق حمد لما نازل كل اللاعبين النهاردة عملوا مباراة كبيرة ورائعة كبيرة ورائعة رغم النقص العادي أنا بعد طرد محمد هاني عاد تقول ليه محمد يا هاني ليه ما احنا بنلعب ماتش حلو ليد يبوز مننا بالعكس شوف بقى سبحان الله لما اضطرد محمد هاني ولعبت بعشر اللاعبين ما هدي تجربة برضو ما انت في المباراة الرسمية ممكن يترد من عندك لاعب فتتحط في أزمة فهتتعامل مع الأزمة دي ازاي احنا النهاردة بعد الطرد خدنا درس كيف نتعلم مع أزمة النقص العددي لعبنا مباراة دفاعية محترمة وفي نفس الوقت كان فيها تحولات هجومية رائعة جدا لقد ده النهاردة يفرح ويخليك تقول لا احنا جاهزين جاهزين لتصفيات كاس العالم وجاهزين لكاس الأمم هتنى يا جماعة اي منافس الجزائر واحدة من أهم الفرق في القارة الأفريقية على مستوى التشكيلة وعلى مستوى الاستقرار الفني معهم جمال بالماضي من خمس ست سنين مدرب مستقر احنا في خمس ست سنين غيرنا أربع خمس مدربين بالمناسبة يعني ورغم كده احنا كنا الأفضل وكنا الأحسن وكنا الأقرب للفوز النهاردة هدف ديئة تلاتة وتسعين هدف معتاد احنا عندنا مشكلة بسيطة كده في قلة التركيز أول ما الوقت تضيع بترفع بنحس ان المباراة خلست ده برضو درس ناخده النهاردة ناخده مش مشكلة ونتعلم منه بس في المجمل كل حاجة كانت حلوة النهاردة جمهور كمان كان حاجة عظيمة جدا في المدرجات سواء الجمهور المصري أو الجمهور الجزائري الحالة كانت حلوة اللعبين في أرض الملعب آه سخونة المباراة بتعمل شوية منواشات بسيطة بسيطة عادية الطبيعية كمان في الملعب تتكلم في واحدة من كلاسيكيات العرب مصر والجزائر مباراة دايما سخنة مباراة دايما مصيرة مباراة دايما يعني تستمتع بيها والدية بقى رسمية مباراة مصر والجزائر النهاردة استمتعنا بصراحة وانبساطنا حمدي فتح النهاردة سجل هدف منتخب مصر الأول في الديئة 62 من كرة سبتة تقررت في الشوت الأول كرة تتلعب على الآيام البايد واحد يستقبلها في العكسية اللي استقبلها المراضي كان علي جبر على العكسية ليه حمدي فتح يسجل منها الهدف الأول تكليل لمجهود حمدي فتح اللي في رأيه كان أفضل لعب في مباراة اليوم فيه لعيبة كتيرة مهمة النهاردة صراحة كان رائع جدا النهاردة محمد شدناوي كان رائع جدا النهاردة النني ناس كتيرة ما بتشدش دايما بالنني انت دايما ما بتحسش بالنني في الملعب لي عشان ما بعملكش أزمة هو في أماكن معينة بيعرف يأمن خط الدفاع في أماكن معينة عشان يطلع الكرة بشكل سليم محمد إنني لعيب تقيل قوي قوي في وسط الملعب زيزو النهاردة قبل ما يخرج كان رائع جدا وزيزو وجوده في الملعب أصبح ضرورة ملحة جدا في طريقة روي فيتوريا يعني انت هتحط زيزو في نص الملعب بعد كده وتشوف مين اللي هيبقى جنبه هتقول لي يا سلام هقولك آه ان زيزو هو اللي بيحرر محمد صلاح النهاردة قبل ما يضطرد محمد هاني وتحصل التغيرات وزيزو يخرج وعمر كمال عبد الواحد ينزل كنا منلعب تقريبا 4-4-2 زيزو على اليمين وعلى الشمال موجود تريزيجيه وفي النص في حمدي فتحي ومحمد النني وبتطير صلاح ومسلم محمد مهاجم وتدي لصلاح حرية كبيرة جدا ما يبقاش لعب خط تقليدي فتفاصيل كتير عشاني يزيزو مهمة في نص الملعب عمل مباراة كبيرة ايضا لحد خروجه فالتشكيلة حلوة الفرقة حلوة واعتقد واعتصور ها دي التشكيلة الاقرب انها تكون تشكيلة اساسية منتخم مصر في المباراة اللي جاية باستثناء فرق يعني تريزيجيه ولا عمر مرموش تحية الشمال دي الراجل هيقض يفكر فيها طول الوقت غير كده التشكيلة تقريبا واضح حجازي والله اللي حكاس الامم يبقى خير وبرك مالحقش علي جبر وياسر ابراهيم يشيله جميع محمد عبد المنى محمد حمدي ولا حمد فتوح محمد حمدي عشان ادواره الدفاعية اكبر وطريقة فيتوريا عايز الليفت باك او ازاي الايسر يبقى ادواره الدفاعية اكتر فممكن محمد حمدي هو اللي هيلعب مش انه محمد حمدي احسن من فتوح وفتوح احسن من محمد حمدي محمد هاني واخد الزاهر الايمن تحلوة تشكيلة حلوة بصراحة وفيها عمق انت بتخيل التشكيل منتخب مصر دي وقاديك كم اسم كده مش موجودين كمان احمد حجازي مش موجود الونش مش موجود امام عشور مش موجود ابراهيم عادل مش موجود عشان الاصابة رمضان الصبح يا ربنا يعينه ويتحسن مستوى كمان ويتقدم اكتر ويرجع تاني المنتخب مصر عنصر مهم جدا في كم عنصر مهمين جدا ومش موجودين في المنتخب دلوقع اكرم توفيق طبعا ربنا ايش فيه ويبقى موجود مع المنتخب في فترة قريبة كل اسماء دي مش موجودة في المنتخب وقاديت عناصر اساسية ورغم كده المنتخب دلوقتي فيه عمق كبير في تشكيلته تراغد